موسيقى الدعم الخليجي والسعودي للقضية الفلسطينية لا يحتاج إلى برهان وكثيرة هي المحطات التي برهن خلالها الخليجيون عن وقوفهم الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صادق ومتواصل للقضية الفلسطينية ولا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى مع دول الخليج وهما ألقت عليه الضوء الشهادة التي أدلى بها قبل أيام الأمير بندر بن سلطان شهادة أكدت على التزام السعودية والخليج تجاه قضية فلسطين واتخذت شكل دعوة للاعتراف بالجميل وإلى ضرورة تبني نهج العقلانية والشعارات الشعبية لتجنيب الشعب الفلسطيني مآس جديدة وتفادي ضياع فرص تاريخية أخرى للحديث حول هذا الموضوع ورحب بضيفي هنا في رياض عضو من السشورة السعودية السابقة الدكتور خليل بن عبدالله الخليل مرحبا بك دكتور خليل وأذهب معك مباشرة إلى حديث سمو الأمير بندر بن سلطان وأعلم جيدا أنت عملت سنوات مع الأمير بندر بن سلطان هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ليس مستغربا هذا الحوار وصراحته التي وفان بها الأمير بندر بن سلطان رغم ندرة وقلة حديثه الدبلوماسي نعم أولا أشكرك أشكر قناتك موقرة على استضافتي وتشرفت نعم بالعمل لسنوات مع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعز آل سعود السفير الذي كان في الحقيقة سفيرا فوق العادة والشخصية المبهرة والشخصية الصادقة والشخصية المؤثرة في كل ما قام به وفي كل المناصب التي تسنمها ولكن كان في واشنطن شخصية من الشخصيات الأول في الدبلوماسية وفي السياسة وفي المرجعية وفي المكانة لدى الأمريكيين ولدى السفراء العالميين وكان عميدا للسلك الدبلوماسي العربي والحقيقة خدم بلاده بصدق رحمة الله على الملك فهد الذي أهداه لبلادنا الملك فهد بن عبدالعز رحمة الله أهداه لبلادنا عندما عينه سفيرا وكان فيصل قبله عندما فتح له المجال للعسكرية وذهب وكان طيارا كذلك كان من صنع القيادات السعودية التي أشرفت على بنائه ولكن كان هو في تكوينه الشخصي شخصية مبهرة مقنعة صادقة واضحة ونعم تحدث هو وغير مألوف الحقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بأن يتحدث كثيرا بل مرة سألناه عن لماذا لا يتحدث لبعض وسائل الإعلام فقال كلمة لا أنساها قال من يعلم كثيرا يتحدث قليلا ومن يتحدث كثيرا لا يعلم إلى القليل فهو الحقيقة الصندوق الأسود اسمح لي في هذه الجزئية الدكتور خليل الخليجية العربية الدولية ربما الأمير بندر تحدث في كلام معلوم لدى إن سمحت لي تحدث في كلام معلوم لدى أساسة وقادة الدول ولكن ليس معلوم لدى عوام العالم بشكل أجمع وتحديدا عن قضية فلسطينية بكافة تفاصيلها وهذا هو الجديد في الحقيقة فيما قدم الصحب السمول لكم الأمير بندر من سلطان في حواره المبهر في حواره المقنع فيما ذكر الجديد هو أنه تحدث للشعب السعودي بشكل مباشر ولكن بالتأكيد سيستمع له العالم فهو بندر من سلطان عندما يتحدث يستمع العالم بأسره لما يقول هو قدم السجل الحافل للقيادة السعودية وللحكومة السعودية وللشعب السعودي فيما كان يقدم من خدمات للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وللقضايا العربية منذ عقود ولكن لم يكن معلوما ولم يكن معروفا عنده نحن ربما أنا بالنسبة لي سمعت بعضا مما ذكر سابقا لكنه متحفظ دائما إنما اضطر فيما يبدو كما قال لأن يتحدث وشكرا له أقدم له التحية هذا المساء والحقيقة شرف بلاده شرف الأسرة المالكة شرف الخليج شرف العالمين العربي والإسلامي بما قدم وبما يقدم وبما قال وأنا على ثقة بأنه سموه لم يقل إلا القليل 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 نعم طيب قبل أن نواصل حوارنا دكتور خليل يعني معك حول تصريعات الأمير بندر بن سلطان دعنا نتوقف قليلا عند بعض التغريدات التي ربما رصدت هذه الحديث لأمير بندر بن سلطان بدنا حسن النجراني يقول في تغريداته بأن الأمير بندر بن سلطان لم يقدم للسعوديين رأيا ولكن أو يزيف تاريخا معين حول القضية الفلسطينية بل قدم لهم حقائق دامغة من خلال الحديث التي أدل بأمير بندر بن سلطان هناك تغريد أخر أيضا لعبداللطيفة للشيخ يقول الأمير بندر بن سلطان يكشف القناع عن كواليس القضية الفلسطينية كشاهد عيان ويوضح للمشاهد العربي وليس السعودي فقط أن القيادات الفلسطينية كانوا يتاجرون بالقضية على حساب الشعب الفلسطيني إذن دكتور خليل هذه ربما رأى من عوام الناس من تابعوا هذا اللقاء الأمير بندر بن سلطان ولكن السؤال يبقى هنا لماذا حرص الأمير بندر بن سلطان الحديث هذا الوقت عن حرص المملكة العربية السعودية وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعمهم للقضية الفلسطينية اضطر سمو الأمير بندر كما أوضح بأنه اضطر للحديث للشعب السعودي بعد أن رأى ما رأى من قبل القيادات الفلسطينية أو بعض القيادات الفلسطينية من إنكار وبعد ما رأى منهم من تصريحات وبعدما ذكر في الإعلام من بعض القيادات من الحقيقة عبارات غير مناسبة وغير لائقة وتجانب الحقيقة وفيها تجنية على القيادة السعودية وتجنية على القيادات الخليجية التي بذلت الكثير يعني هو ذكر أيضا بعض القضايا التي الحقيقة يعرفها تماما من بعض المجهودات التي قام بها الملوك من الملك العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز ثم ذكر ما قام بها الملك فهد رحمة الله عليه عام سبع وسبعين وبعد ذلك مع الرئيس كارتر وما حدث مع الرئيس كذلك ريغين ومع الزعامات الأمريكية فهذه الجهود كانت محل لإنكار ثم العجيب من خلال سمو الأمير بندر بأنه رأى بأنه من واجب أن يتحدث للشعب السعودي حتى لا ينخدع بالخزعبلات وبما تبث وقناة العالم وقناة الجزيرة وبما تبث بعض القنوات الحقيقة التي تحالفت على الظلم وتحالفت على إيذاء المملكة العربية السعودية بشكل بآخر وكأنها فرحت بعض القضية ثم ذكر سموه بعض القضايا الأساسية التي هو يراها مثلا عندما ذكر بأن قضية فلسطينية قضية عادلة ولكن المحامون لها فاشلوا من القيادات عندما ذكر بأن القيادة الفلسطينية دوما هي تضيع الفرص عندما ذكر بأن القيادة الفلسطينية دائما مع الطرف الخاسر كما حصل عندما كانوا مع صدام حسين وحاليا عندما ذهبوا إلى إيران وذهبوا إلى تركيا إذن هو الحقيقة رصد أو قدم سجلا للإخفاقات من قبل القيادة الفلسطينية وأنهم من خلال رؤيته أنهم قيادات ثروة وليس قيادات ثورة وأنهم قيادات متاجرة بالشعارات وليس قيادات حقيقية بمعنى أنه يرسم والأمير أنهم أضروا بقضية فلسطينية ولم يضر بها الشعب السعودي ولا القيادات الخليجية ولا القيادة السعودية سمحتني دكتور خليل الخليل عضو مجلسة الشورى السعودي كنت ضيفا معي لهذه الفقرة من حلقة تالية وشكرا لك ونلتقي في القناة آخر شكرا لك